نذهبوا الان لمتابعة مؤتمر صحفي لشركة بريزنتيشن سبورت حول مباراة سوبر بين الاهلي والمصري والنادي المصري العريق العظيم ونتمنى له دايما يا رب بكل توفيق وايضا قيادة رائعة وعظيمة الحياة وهادئة لسامير بيحلبي فاطر السلام عليكم والحقيقة الحدث الجميل النهاردة وأنا برحب السادة الحضور والسادة الضيوف المعندس هنا بريدة اتحاد المصري والسادة محمد كامل شركة بريزنتيشن كابتل محمود الخطيب السلطة الرابعة طبعا بتظهر جمال الكورة المصرية باستمرار النهاردة بالنسبة لنا كاس سوبر ده اول مرة بنلعبه النادي المصري وبنلعبه مع نادي عظيم زي النادي الاهلي فدي حاجة بالنسبة لنا احنا حاجة جميلة خالص نتمنى انها تتكرر كل سنة ان شاء الله الحقيقة لو اتكلمنا عن دولة الامارات فالجمال في سننا كده يعرفه ودولة الامارات الشيخ زايد وده صاحب فضل كبير على الرياضة وعلى الزراعة وعلى مصر بصفة عامة في التلاتين اربعين سنة اللي فاتهم من دولة فانا بحقيهم وبحقي سعادة الامين العام لدولة الامارات وسعادة الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي ان شاء الله بازن الله اليوم اتناشر واحد هيبقى يوم جميل هنحتفل بيه كلنا بازن الله تعالى واشكركم جميعا واسمير بيه حلبية له رغبة ان هو يدي للكابتا او يوري الكابتا محمود الخطيب اول استاد اول مباراة من النادي المصري والنادي الاهلي دي صورة الاستاد حضرها الرئيس النادي الاهلي ورئيس النادي المصري واعدوا مجلس كيات الصورة ورئيس اتحاد كرة القدم المصري فالحقيقة دي مفيش مناسبة احلى من كده ان احنا نقدم الصورة الله 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 هدية للنادي الاهلي الله 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 حاجة جميلة جدا والله ما انتش فاكر يا سامير بيه كمين رئيس النادي الاهلي وقتها حد فاكر سنة اتنين وخمسين هنجيبي المعلومة دي دلوقتي و النادي المصري عارف كابتن حسام ён هاااااااا وتو مكنتو ش تولدتوا Murray كان الآن والحقيقة هو بنك من البنوك العظيمة وبيرعى الكرة المصرية منذ فترة طويلة اقتناعا منه طبعا بقيمة الكرة المصرية وقيمة الدولي المصري وقيمة النجوم في الدولي المصري وهو طبعا الوستاذ واذا يتواصل هذا المؤتمر لشركة بريزنتيشن سبورت وحول مباراة الاهل والمصري على الهواء مباشرة